نواب في البرلمان البريطاني دعوا الحكومة لتوضيح موقفها بشأن تغطية الوجه بعد أن قال رئيس الوزراء بورج جونسن أن هناك حاجة إلى نهج أكثر صرامة لاستخدامها في إنجلترا مصادر رفعة شارك إلى أن الحكومة تدرس جعل تغطية الوجه إلزامية في المتاجر في إنجلترا لإبطاء انتشار فيروس كورونا هناك تقارير أيضا تقول بأن لبس الكمامة الدائم بدون الحاجة إليه هو يؤدي إلى أمر عكسي يعني هناك تأثيرات على الرئع والتنفس من تنفس الأكسجين والخروج واستنشاق الثاني أكسيد الكاربون بهذه العملية مع الكمام الحقيقة هذا أمر السلبي هناك أمر إيجابي أمر إيجابي أن الحكومة تريد تحد إلى قدر ما من انتشار المرض حتى يتسنى إليها فتح المتاجر وفتح الأموال وفتح التجارة والعودة إلى الحياة الطبيعية إلا أن وزير الصحة السابق ورئيس لجنة الصحة العامة التابعة لمجلس العموم جيرمي هانت قال أنه يتفهم النصيحة الحالية لكنها تفتقر إلى الإجابة على السؤال الأساسي عما إذا كان الناس بحاجة إلى ارتداء غطاء للوجه عند التسوق دعوة رئيس الوزراء لارتداء أغطية الوجه في وسائل النقل العام ومراكز التسوق جاءت بعد تخفيف إجراءات الإغلاق واقتراب بريطانيا من عتبة الخمسة واربعين ألف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس الفتاك السلطات في إنجلترا تفرض على أي شخص يسافر بالحافلة أو القطار أو العبارة أو الطائرة يرتدي كما من المساعدة في تقليل خطر انتقال الفيروس تلك الإجراءات تم فرضها لتتزامن مع تخفيف الإغلاق الذي رفع بلا شك أعداد الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام في الأماكن المزدحمة هو واجب بالحقيقة واجب بارتداءة لأن أنت في زحمة من الناس وما تعرف من المصاب من ضمن هذه الأماكن المزدحمة هي وسائل النقل كالطائرات والقطارات واللباصات هنا الأمر كاد أن يكون واجبا لأن هذه الأماكن مكتظة وهناك إصابات لا تعرف من هو المصاب الحكومة أيضا تريد التقليل من الإصابات فاتخذ هذا الإجراء وسائل الإعلام البريطانية انتقدت بطريقة ساخرة دعوة رئيس الوزراء وتشديده على ضرورة ارتداء الكمامات بينما شهد غالبية وزرائه وقد تم تصويرهم وهم لا يضعون كمامات على وجوههم للقناة العراقية الأخبارية محمد العبودي لندن